بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الخامس طيب الله أوقاتكم وكل خير رجعنا لكم حبايبي مرة تانية مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات ودرس اليوم بمشيئة الرحمن بعنوان مساحة المناطق المستطيلة والمناطق المربعة في البداية بيقول لي أوجد محيط كل شكل مما يلي أداني مربع أقول لي طل ضلعه 7 متر والمطلوب محيطه إحنا عارفين أولادي إن محيط أي شكل هو مجموع أطوال أطلعه يعني أستطيع جمع السبعة أربع مرات سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة وبالتالي يطلع الناتج عندي ثمانية وعشرين متر أو أضرب محيط المربع بالقانون هو أربعة ضرب لام أو أربعة ضرب طول الضلع وبالتالي أولادي هيساوي أربعة ضرب السبعة هيساوي 28 متر وبالتالي أنا وفرت على نفسي بدل عملية الجمع المتكرر استخدام القانون في المثال التالي بيقولي باستخدام قاعدة حساب مساحة المنطقة المستطيلة أنا عندي في منطقة خضراء مستطيلة المنطقة هذه طولها 8 متر يعني لام 8 متر وعرضها 5 متر يعني ضاط 5 المطلوب مني مساحة المنطقة المستطيلة الطول أولادي زي ما احنا قلنا طبعا هنضرب في العرض يعني لام ضرب الضاط وبالتالي أولادي مساحة المنطقة هيساوي 8 متر ضرب 5 متر وبالتالي يطلع الناتج 40 ولكن الوحدة بالمتر المربع إذن المحيط أولادي بالوحدة العادية وحدة الطول العادية أما المساحة بالوحدة المربعة وهناخد فيما بعد الحجم بالوحدة المكعبة إذن مساحة قطعة الأرض تساوي 40 متر مربع تعالوا نشوف إيه هي الوحدات المربعة اللي أنا ممكن أستخدمها المكتوب أمامي كاف ميم تربية يعني كيلو متر مربع وميم تربية يعني متر مربع ودال سين ميم تربية يعني دي سي متر مربع وسين ميم تربية يعني سنتي متر مربع وميم ميم تربية يعني ملي متر مربع إذن لو اتكتبت أي وحدة من الوحدات اللي أمامي بالطريقة المختصرة لابد أنك تقرأها بنفس طريقة الكتاب اللي مكتوبة يعني ما تقولش كم تربيع لا تقول كيلو متر مربع أو متر مربع أو دي سي متر مربع أو سنتي متر مربع أو ملي متر مربع تعالوا نشوف أولادي المثال التالي ما مساحة منطقة مربعة طول دلعها 5 سنتي أستطيع أولادي استخدام أحد الطريقتين الطريقة الأولى وهي شبكة المربعات واستخدام العد أو الطريقة الثانية وهي استخدام القانون تعالوا نشوف استخدام شبكة المربعات شبكة المربعات أنا عندي شبكة مربعات أظلل عليها منطقة مربعة طول دلعها 5 وحدات وأبدأ أعد أولادي وصولا إلى نهاية المناطق عفوا الوحدات المربعة اللي عندي فأجد عندي أنه عدد الوحدات اللي فيها 25 وحدة مربعة أو أن أنا أستخدم القانون وهذا هيبسط علي الأمور وهيختصر علي الوقت القانون بيقول أولادي أنه مساحة المنطقة المربعة بتساوي طول الضلع ضرب نفسه مساحة المنطقة المربعة اختصارها ميم وطول الضلع اختصاره لام ونفسه يعني نفس اللام إذن لام ضرب لام طيب اللام بيكام بخمسة واللام التانية نفسها خمسة إذن يطلع 25 وحدة المستخدمة سنتي في المساحة إذن سنتيمتر مربعة بكده أولادي عرفنا أنه مساحة المنطقة المربعة هي 25 سنتيمتر تعالوا نبدأ ناخد تمارين أكمل المساحة بتساوي لام ضرب الضاد هذه مساحة منطقة مستطيلة حيث أن اللام يمثل الطول وضاد تمثل العرض إذا كان الطول 11 متر والعرض 3 أمتار المطلوب مني أشيل كلمة رمز اللام وأضع مكانه طوله إذن 11 والعرض 3 أضرب 11 في 3 يطلع الناتج 33 والوحدة المستخدمة هي المتر في المساحة نضرب المتر في المتر إذن يطلع الناتج متر مربع تعالوا نشوف مثال آخر المثال اللي أمامي هو عبارة عن مربع معلوم طول ظلعه ب6 سنتيمتر إذن مساحة المنطقة المربعة بتساوي لام ضرب اللام وبالتالي هيصبح 6 ضرب الستة 6 ضرب الستة 36 والوحدة المستخدمة هي الصنطي في المساحة أولادي الصنطي ضرب الصنطي يساوي سنتيمتر مربع أوجد مساحة كل منطقة مما يبيه منطقة مستطيلة طوله 10 ديسيمتر وعرضه 4 ديسيمتر إذن نكتب القانون المساحة تساوي مين تساوي لام ضرب الضاد وبالتالي أولادي هتساوي 10 ضرب الأربعة هتساوي 40 والوحدة المستخدمة هي الديسي إذن المساحة ديسيمتر مربع أوجد مساحة كل منطقة مما يليه أدى لك مربع معلوم طول ضلعه 70 مليمتر وبالتالي أولادي نكتب القانون المساحة تساوي أو ميم تساوي لام ضرب اللام وبالتالي أولادي 70 ضرب 70 هيساوي النزل الصفرين 7 ضرب 7 يساوي 49 إذن 4900 وبالتالي الوحدة المستخدمة هي المليمتر إذن في المساحة مليمتر مربع أوجد مساحة كل منطقة مما يليه أدى لك مستطيل المستطيل معلوم طوله وعرضه إذن المساحة ميم تساوي الطول ضرب العرض وبالتالي أولادي 9.2 يعني 9.2 من 10 ضرب 2 يساوي في حالة الضرب لما يكون في عندي عدد عشري وعدد كلي مضربين في بعض أولادي بأنسى الفاصل العشرية تماما وأبدأ أضرب 92 ضرب 2 وأضع الناتج ثم أضع الفاصل العشرية في الناتج بعد رقم واحد لأن العدد العشري الفاصل العشرية علي منها رقم واحد وهو العدد 2 إذن أولادي أضرب 2 في 2 بربعة 2 في 9 بـ 18 يصبح 184 وأضع الفاصل العشرية بعد رقم واحد تصبح 18 صحيح وأربع أجزاء من عشرة إذن 92 ضرب 2 2 ضرب 2 يساوي 4 2 ضرب 9 بـ 18 أكتب الـ 184 وأضع الفاصل بعد رقم واحد بس من جهة اليمين وأضع الوحدة سنتيمتر مربع حيث أن الوحدة المستخدمة هي السنتيمتر ما مساحة منطقة مربعة طول ضلعها 8 صحيح و1 جزء من 10 كيلو متر مساحة المنطقة المربعة أولادي هي عبارة عن لام ضرب اللام يعني 8 و1 من 10 ضرب 8 و1 من 10 يعني أضرب 81 في 81 وبعدين أبدأ أجمع الفاصل العشرية في العددين العشريين العدد العشر الأول الفاصل العشرية بعد رقم العدد العشر الثاني الفاصل العشرية بعد رقم يصبح الناتج اللي عندي الفاصل العشرية فيه بعد رقمين إذن أولادي أبدأ أضرب 81 ضرب 81 الواحد هتنضرب في الواحد وتمانين يصبح 81 واحد ضرب واحد بواحد واحد ضرب التمانية بتمانية وبعدين أحتفظ بقيمة المكانية للتمانية أضع الصفر في منزلة الأحاد وأبدأ أضرب 8 ضرب الواحد بتمانية 8 ضرب التمانية بـ 64 ثم بعد ذلك أقوم بعملية الجمع واحد زائد صفر واحد تمانية زائد تمانية ستاشر ستة ونعيد تسمية الواحد واحد وأربعة خمسة والستة تنزل أصبح الناتج عندي ستة ألاف وخمسمائة وواحد وستون ومن ننساش الفصل العشرية بعد رقمين فيصبح خمسة وستين صحيح وواحد وستين جزء من مئة ومن ننساش الوحدة كيلو متر مربع أيهما أكبر مساحة؟ قطعة أرض مربعة الشكل طول ضلعها 11 متر أم قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها 13 صحيح وواحد من عشرة وعرضها 10 متر لابد أولادي علشان نعرف أيهما أكبر مساحة لابد أن نحصل على مساحة الأرض المربعة ومساحة الأرض المستطيلة ثم بعد ذلك نحكم على المساحتين أيهما أكبر وأيهما الأصغر في البداية مساحة الأرض المربعة لام ضرب لام يعني 11 ضرب 11 يساوي 121 إحنا عارفين 11 ضرب 11 بطريقة الضرب العادية أولادي هي عبارة عن واحد بيضرب في الـ 11 كاملة والواحد الثاني قبل عملية الضرب بنحتفظ بالقيمة المكانية بتاعته بأن نضع صفر في الأحد ثم نقوم بعملية ضرب في الـ 11 ثم بعد ذلك نقوم بحساب الناتج فينتج 121 والوحدة المستخدمة هي المتر المربعة ونبدأ نحسب مساحة المنطقة المستطيلة أولادي 13 واحد من 10 وهي الطول ضرب العرض وهو 10 وإحنا عارفين أثناء عملية الضرب أولادي في 10 أو أحد إحدى قوى العدد 10 بيتم تحريك الفاصل العشرية يمينا على حسب عدد الأصفار اللي مضروبة فيها في العشرة رقم واحد في المئة رقمين في الألف ثلاثة أرقام وبالتالي يطلع الناتج 131 مترا مربعا إذن أولادي مساحة المنطقة المستطيلة أو الأرض المستطيلة أكبر من مساحة المنطقة المربعة تعالوا نشوف المثال هذا ونختم به أولادي حسبت علياء مساحة المنطقة المستطيلة المجاورة كالتالي ميم تساوي 2 ضرب 5 زائد 3 حسبت 5 زائد 3 اللي بداخل الأقواس 8 وضربتها في 2 فطلعت 16 وكتبت 16 سنتيمتر مربعة هل ما قامت به علياء صحيحا وفسر إجابتك بطبيعة الحال ما قامت به علياء هو حساب لمحيط المنطقة المستطيلة إذن أولادي الإجابة بتاعت علياء إجابة خطأ إذن أنا على شان خاطر أحسب بساحة المنطقة المستطيلة أضرب لا انفضات يعني 3 في 5 فيطلع الناتج عندي 15 ونكتب الوحدة اللي عندي بالوحدة المربعة يطلع 15 سنتيمتر مربعة بكده أولادي إن كن وصلنا نهاية درسنا اليوم على أمل اللقاء بكم بمشية الرحمن في دروس قادمة طبتم أولادي في رعاية الله نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة